التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبيع دروس الزبيدي نائب المدير العام لمصاف عدن المهندس أحمد مسعد واستمع لشرح وافن عن مستوى الإنجاز في أعمال صيانة محطة كهرباء المصفى وأبرز الصعوبات التي تواجهها إدارة المصفى في مساعيها لإعادتها إلى الخدمة هذا وشدد الزبيدي على ضرورة إعادة تشغيل المصاف كمنشأة وطنية لرفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة وخلق استقرار تمويني في سوق المحلية من جانبه أكد المهندس أحمد مسعد أن إدارة المصفى ستبدل قصار جهدها لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن خصوصا في ظل تنامي الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف